السلام عليكم شيخنا في حديث معاذ يعني إلى آخر الحديث قال يعني تبعوهم للا إله إلا الله فإن أجابوك يعني فيقول لهم معاذ بأن الله عز وجل افترض عليهم خمسة صلوات خمسة صلوات في كل يوم والليل شيخنا هنا يعني إذا قال قائل ليس له وجه أو استشهد بهذا الحديث على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأنه هنا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بأنه إذا قال بلا إله إلا الله حينها تبلمهم بالصلاة هو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال ادعوهم لا إله إلا الله فإن أجابوا إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صلاة خمسة صلوات هم يقولون هذا دليل على أن تارك الصلاة ليس بكافر صحيح؟ طيب هم يقولون أن جاحد الصلاة كافر ولا لا يقولون بأنه كافر نعم وهم يتطرقون أصلا بهذه المسألة طب لحظة هم يقولون هذا كافر الجاحد الذي يقول لا يوجد صلاة في الإسلام طيب أين في هذا الحديث دلالة على ما قالوه أيضا نحن نقول لهم استنى إذا جاحد الصلاة ليس بكافر لأنه أمرهم بلا إله إلا الله ولم يقل لهم أقروا بالصلاة مو صح؟ فيأتيهم الجهمي ويقول لهم إذا جاحد الصلاة ليس بكافر بنفس طريقة استدلالكم بل كل دليل أتوا به على أن تارك الصلاة ليس بكافر إذا استدل عليهم به الجهمي على أن جاحد الصلاة ليس بكافر صح استدلاله بنفس طريقتهم فنقول لهم طالما أنكم تناقضتم فدليلكم إذا خطأ والحديث واضح أنهم عندما يقرون لله سبحانه وتعالى بالألوهية وأنه المألوه وأنه المعبود طيب كيف سنعبده؟ نصلي له وهذه هي الصلاة التي افترضها نعم أصلا الله إليكم شكرا بل حتى شوف طريقة استدلالهم هذه فيها رد لكثير من أصول الإسلام يعني الذي يجحد اليوم الآخر كافر ولا مكافر؟ كافر ما في حدا يختلف في هذا الحديث هذا ليس فيه ذكر لليوم الآخر فيلزمهم إذا استدلوا بهذا الحديث يلزمهم أن لا يكفروا جاحد يوم القيامة ويلزمهم أن لا يكفروا من كفر بوجود الملائكة ويلزمهم أن لا يكفروا من رد القرآن وقال لا يوجد قرآن تخيل كل هذه إلزامات على هذا الاستدلال الباطل الذي أرادوا فيه عدم تكفير تارك الصلاة لكن عندي إشكال في الحديث أنه حديث معاذ بن جبل عندما قال له الرسول ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد إلى آخر الحديث فقاله عند موته تأسفيا هل معاذ ورد عنه من من يكفر تارك الصلاة هذا لا يتعلق بمسألة تكفير تارك الصلاة طيب واحد قال لا إله إلا الله ثم صلى تقربا لأبي الهول مثلا أو للات والعزة هل نقول هذا قال لا إله إلا الله فحق على الله أن يدخله الجنة هل يجوز أن نقول ذلك لا طيب فإذن هذا الحديث لا يشمل من قال لا إله إلا الله ثم كفر وإنما يشمل من قال لا إله إلا الله ثم استمر على إسلامه كيف يبقى مسلما بأن يصلي ترجمة نانسي قنقر